السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم اللغة الإنجليزية للصفة السادسة الابتدائي عندي كتاب النشاط صفحة 32 يوند تو لسن سفن طبعا أخذنا المحاضرة اللي قبلها 31 وإن شاء الله اليوم رح نأخذ 32 لسن أندريت استمع وأقرأ عندما نفتح كتاب نعتقد إنه من أين يصنع هذا الورق The history of paper تاريخ الورق History books tell us that paper was invented invented in China more than 2000 years ago يقول لك تاريخ الورق تاريخ الورق كتب التاريخ كتب التاريخ The history of paper تاريخ الورق كتب التاريخ تخبرنا كتب التاريخ تخبرنا بأن الورق اخترع من الصين أكثر من 2000 سنة لكن المصريين القدمة صنعوا أنواع من الورق من الورق البردي لوقت طويل قبل لا يخترعون الصينيين الورق Paper is everywhere ورق أينما كان We use paper for so many things that we can't think about a word without يقول لك نستخدم الورق لعدة أشياء يعني ما نقدر نستخدم الورق لعدة أشياء We can't يعني لا نقدر أشياء نصور العالم بدون ورق Does your family read newspaper magazine and books عائلتك تقرأ جريدة وتقرأ مجلة وكتب We use books, paper, toys, paper bags and money more paper things everyday in the classroom الكلنس والحقائب الورقية واستخدام الورق عديدة كل يوم في الصف We write on paper everyday, paper is everywhere كل يوم الورق في كل مكان What is paper made from? من أي شيء يصنع الورق Most paper is made from wood معظم الورق يصنع من الخشب But there are other materials that can be used لكن هناك مواد أخرى يمكن أن تستخدم في صناعة الورق Paper can be made from cotton ربما يصنع الورق من القطن Crass من الحشائش Stroke Sugar Can Sugar can Or even from Peets يعني من بنجر السكر Looking after trees لاحظم الورق من القطن نحافظ على الأشجار It is important that we conserve trees by rescaling paper يقول لك من المهم أن يحافظ على الأشجار عادة التدوير Money of paper Money of paper Broadest Products We use today Are made with a large Percentage Percentage Of Recycled paper يقول لك العديد من المنتجات الورق أن يستخدمها في اليوم نسبة كثيرة أو أعادة التدويرها ما jotka أحيط 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 أحيط